طيب وحضرتك بتجمل السنين بالطريقة دي تمام خلاص زي ما احنا شايفين دلوقتي على الشاشة تمام ده تركيب التجميل تركيب هقولك اللي هو بحاجة اسمها فينيرز ولا مش شارطة بقى مش عشان دي برضو معلومة غير اه اتحط تمام حضرتك جيتي لون أسنانك حلو قوي اه ومرصوص وجميل بس عندك مشكلة في اللسم اه انا عندي تمام عملنا اللسم اه عملناها اه خلاص بعنديك هولود سميل لان هولود سميل مش معنها تجميل مش معنها تركبات او هولود سميل هي كناية هل يبüğل سينا لسه ادي ايه بالضبط هولود سميل كناية عن ايه هولود سميل كناية عني الحصول على ابتسامة مثالية احصل عليها ازاي الدكتور اللي يقرر مش لازم اركب خالص ليه لازم اركب من قال كده عليك بنركب لما يكون عندي مشاكل في الاسنان محتاجة حلها تحتاج التركبات يعني حقيقة واحد مش بيدخن أو واحدة مش بيدخن مش تشرب نسكا فيه كتير وحفاظها على الأسنان كويس قوي واسنانها مرصوصة ورسمتها حلوة عليها دي ممكن تيجي تعمل طبيض في تلت ساعة تروح بقى عندها هولوود اسمايل خلاص مش محتاجة حاجة هي محتاجة يبقى شكل اسنانها حلو عشان بس الموضوع بدأ يبقى مادي اللي هو إيه انت تيجي عشان أعملك فينير هو مش كده فينير بنعمله أما يكون عندي مشكلة في اللون ومش هنقدر نحافظ على اللون بالطبيض يعني حد بيدخن بيشرب نسكا فيه قهوة كتير الأتيتود بتاعه صعب أنه يحافظ على لون السنان في الحالة دي الفنير لونه داعم الفنير بقى اللي هو إيه أنا النهاردة عايز أجمل سنين حل وسناني مش مرصوصة كويس حل الفنير بقى اللي هو إيه اللي هو بتبرد وتركب أشرة أشرة على لسنة والأشرة دي احنا وصلنا النهاردة لأحدى استقنائها على الكرة الأرضية يعني هيك لو أي حد يسافر في مصر في مصر طبعا في أي حد يسافر أعلى مكان فيه تجميل على الكرة الأرضية احنا عندنا التقنية لأخر حاجة احنا بنقدر نعمل الفنير سومكو 0.2 يعني 8 من 10 من الملي مفيش أقل من كده فبالتالي دا بيدينا ميزة إيه ميزة إن احنا ما بنشيلش تقريبا من الأسنان يعني ما بنجي نعمل حاجة اسمها تخشين بس بشرط عشان ما جيش الحالة إيه في حالات بيتيجي سنينها ركبة على بعض وعندها أنا آسف بقى ضب خارج لبرة تقولي الدكتور بعد قيزنك اعمل لي فينير حاجة فينير إيه حاجة أنت عايزة يعني نشيل حاجات كتير مش ينفع فينير في الحالة دي فمن فشل الحالة تيجي تقولي والنبي عملت ما تقوليش أنت حاجة تقولي أنا عايزة ابتسامة حلوة تيجي أوريكي هيبقى شكل ابتسامتك الحلوة عامل إزاي وأقولك هتتعامل إزاي يعني إيه الإجراءات اللي هنحتاج موافقة نعملها حاسة أن الموضوع إكستريم عليكي ما تعملهوش لكن بلاش التدخل طيب ثاني واحد ثاني واحد دلوقتي أنا ثاني وحشة جدا حلوة حلاث وجيت لحضرتك قلت لك أعملي الهاليوود سمايل دي حالة حاجة بقى بتصور سناني طبعا وبعدين بتقولي حيبقى شكل سنانك كذا ده أنا أقولك السيكونس الصحة بقى اللي بنشتغل علشان ما بقاش فيه ديبيت بقاش فيه خلافات الحالة بتيجي بتتصور بتعمل لها إجراء اسمه سمايل أناليسيس تحليل الابتسامة إحنا عندنا 21 كريتيريا بنقول عليهم أن اللي عنده 21 دول هو سنان ما عندهوش أي مشاكل بناخد الليست ونصور السنان نصور وش وسنان وكل حاجة لأن في علاقة ما بين السنان والوش وطول الوش والمسافة ما بين العينين وحجم الأنف وحجم الشفايف والويدنس بتاع السمايل ولوم بايد العين لا قصة طبعا فبناخد الحاجات دي ونبدأ نعمل معادلات نطلع المشاكل وبعد كده نقوم عاملين وبناخد مقاسات كمان لكده بمهم واخدين مقاسات خدنا المقاسات نبدأ نشتغل على الكاست ده اللي هو سنان حضرتك نحوله للشكل الأيدي وبعد كده نقوم واخدين الشكل ده حطينه على سنانك فنقول لحيك بصي كده شكل كده كويس آه كويس طب ممكن نعمل راونديشن شوية أوريك الراونديشن آه كده كويس ولا الستريت الأولين بيتركبوا حاجة تم حاجة مؤقتة حاجة مؤقتة حاجة مؤقتة تبص عليها آه تمام بنظبت عليها الموضوع يعني ويبقى ديناميك كمان لأن فيه ناس بدأت تعتمد من فترة على الصور الصور ما هيفوته شب ما نعرف هحط ليك فوتو شب بقء تاني غيرك أصلا عارف هنفزه لازم أوريك إحنا هننفزه إزاي ونعمل إيه عشان يعني عيوب عشان آخر خمس سنين دي عيوب أنا شفت حاجات عيوب هبقى إيه عيوب إيه عيوب التانيين الفينيرس بصي بقى هقولك كده معلومات وانت قوليه اللي فيها عيب ولا لأ انت خلينا احنا لتنين بره الموضوع ميش سأنا أقولك على شك سأنا عندك عيوب هوليها لك العيوب بتاتي لو عندك عيوب بيبقى فيها مشكلة الإنمل سطح المينة ده شنا منه 2 من 10 من المل سطح الإنمل ده قوته 360 ميجا باسكال احفظي الرقم بس مش مهم الحفظ يعني الرقم 360 ميجا باسكال والإنمل ده في بورز في خروم تمام فبالتالي السنة دي قبلة للتساوس بعد وقت وقبلة للتلون احنا شنا السطح الخفيف ده وحطينا مكانه يعني خشنا السنة تقريبا وحطينا مكانه حاجة غير قابلة للتلون غير قابلة للتساوس تمام دي غير قابلة للتساوس هتساوس إزاي ما هي ما بتتفعلش دي سيراميك مادة متساوس تمام وحطتيها على سطح السنة اللي انت شلتي شلتي 0.2 minus 0.2 plus 0.2 يبقى النتيجة في الآخر صفر أول حاجة عشان أنا عارف انت اسألي تولي لو حد تلع له ضب حد تلع له ضب يبقى ده عمل عنده دكتور من الدكتور تجميل لأن اللي شاله محطيش قده حاجة نختبنين أنا هسألك لأننا عايد السنة دي أكتر من 700 حالة فيها ضب لأن ما تشالش الكمية المناسبة ما هو ما هو ليه قلت تلك فيه فريق لأن احنا بنشيل 0.2 أو 0.3 مين هنعرف نشيل 0.2 أو 0.3 انت عارف عن ايه 0.2 عارفة عارفة الملي خمس الملي هات الملي الصغير انت مش عارفة تشوفيه ده اسميه على خمسة تخيالي ان ده اللي بتشال متخيلة فيتشال ازاي بتشال بجهاز معين يعني بتشال بحاجة اسميها ديبت كات يعني ستون معين هو اللي بيعمل الحفرة رفياة قوي دي وتعلني عليها بالقلم كمان عشان تتأكد انها تشالت بالزبط يعني اللي بتلع لهم ده بدول بيبقى مشكلة الدكتور مش مشكلة اي مشكلة في التجميل هي مشكلة الدكتور بس مجيش اي حاجة تاني طب واللي بيتلسعوا حلو يبقى شال زيادة يبقى شال زيادة فالمينة تكشفت فالسنة تكشفت فبقت قريبة من العصب فبقى فيه واجع طب في مرحلة التجميل دي او تجميل الاسنان هل ممكن وانا قاعدة مثلا لو الدكتور مش شاطر سنتي وراء قدام تقع هقولك مبدئيا احنا عشان خاطر الفينير ده يتلزق لازم الاول يتلزق فساط حسمه المينة لو الدكتور غلط او هو مش عارف وشال سطح المينة دي الفينير عملها ما هتلزق وهو تقع تمام فبالتالي التحضير تحضير السنة لاستقبال القشرة التجميلية اللي هتتلزق عليها هو اهم حاجة تاني حاجة حضرنا السنة صح السمنتيشن او طريقة لازق الفينير دي على السنة تفرق كتير لان فيه بريباريشن كتير بيتعامل لسطح السنة الفينير ده و لسطح السنة اي حاجة فيهم اتعاملت غلط تقع يعني لو مفيش دراينيس او ان هو نشف كويس الفيلد اللي هو بيشتغل به الكنتمانيشن باللعاب يوقع الفينير يوقعه لان حصل الكنتمانيشن مفيش مهوق ترفع حديك لو لزقنا فينير اصحة في السنة احنا ما بنعرفش انفكاء ترفع شون الفكاء بنعمل ايه ايه بقى بنبردها زي السنة هيا خلاص هيا وسلنا حتى ما انتعرفيش تفكيها طب هل الفينير دي عمر يعني يعني انا رأي انا رأي انا الشخصي الفينير طول ما انت قادر اتحافظي على سنانك فهو سنانك